الحمد لله صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد أهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة قصص السيرة وعنوان حلقة اليوم قصة ادعاء قريش تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مما جاء به من نصراني عجمي وهذا من عجب الكذب لو كان عربيا طبعا كله كذب لكن أعجمي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا شي غريب هذا من أعظم الكذب ومن أعجب الكذب كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس إلى مبيعة رجل النصراني وقال له جبر عبد لبني الحضرمي وكان يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك من قولهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين جبر هذا يتكلم بلغة عجمية ليست عربية كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي عجزت أفصح فصحاء العرب أن تأتي بمثله كيف يكون هذا؟ ما لكم عقل؟ طيب جبر موجود روحوا تعلموا أنتم جيئون بمثل هذا القرآن شوف الكذب والبهتان ما أسهل هذا جبر موجود خذوا عنه أنتم واجوا بقرآن جديد لا تستطيعون لا أنتم ولو اجتمعت الإنس والجن اتركوا الكذب هذه قصة قصيرة مختصرة في سبب نزل هذه الآية الكريمة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شكرا للمشاهدة